اشتركوا في القناة ازمتنا غش وفجور مظلمة وشهادة زور ازمتنا ازمة ايمان انسان هجر القرآن من اجل الدنيا نتناحر وامرأة تذهب للساحر ازمتنا ازمة اخلاق ازمتنا ازمة اخلاق اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم ازمة اخلاق معنا ومعكم فضيلة الشيخ ايمان المصري الدعية الاستامل مرحبا يا شيك ايمان اهلا واملانا واهلا ومشاهدينك الكرام في كل مكان اهلا وسهلا مولانا معنا ومعكم الشيخ احمد جمال الازهري مرحمة الله شيخ أحمد مشاهدي الأعزاء حلقتنا النهاردة استكمالا للحلقة اللي فاتت حلقة قوية جدا تتكلم عن السحر أصرار أو خفاية وأصرار السحر متكلمنا الحلقة اللي فاتت جلنا مكلمات كتير برضو بعد الحلقة بيسألوا عن السحر وعن إزاي أعالج نفسي وطرق عمل السحر وقال السحر كل واحد وأعرض السحر جلنا أسئلة كتير جدا للشيخ أيمن على تلفون خاص فاستكملنا حلقتنا عن السحر بداية شيخ أيمن تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن سبع طرق من طرق عمل السحر هل هي بس السبع طرق دي هل كل أنواع السحر أو كل طرق السحر ولا فيه طرق تانية لعمل السحر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف القلق والمرسلين على بعض صلى الله عليه وسلم هناك طرق كثيرة لعمل السحر أسأل الله أسأل الله أن ينتقم من كل سحر وأن ينتقم من كل دجال ومشعب وأسأل الله أن يهدي كل مسلم عاصم اشترك في الشرك لأن السحر أشرك بالله السحر من الكبائر كما أخبرنا بالسلم يجتنب أو يجتنب السبع المهبقات الشرك ثم السحر فالساحر كفر بالله نسأل الله أن ينتقم منه وأن يهدي لكل عاصم أي واحد بيذعب للساحر أي واحد بيذعب للساحر أي واحد بيعاون للساحر أي واحد بيساعد الساحر نسأل الله لهم الهداية لأنه بيشارك في عمل كبير من الكبائر لأنه بيضر وبيتعب أخو المسلم أي أن كان مسلم أو غير مسلم بيشترك في أكبر إذاء للإنسان إذاء من السحر فالطرق كثيرة احنا تكلمنا باللقاء المالي عن سبع طرق تقريبا الإقسام التنجيم الزبح الآثر الطرق السفلية الطرق السفلية الطرق النجاس دول طرق فيه طرق أخرى أين احنا طبعا منعرف الناس الطرق عشان تبقى فارح ما الساحر وتعرف اللي أنا رايح له ده ساحر أني فيه ناس بيتظن طرق أنه راح للشيخ رايح له مشكلتي واللي رايح طبعا عشان شر ويعمل عمل شر فده عارف أنه هو ساحر أو دجال مش فرق معه لكن فيه فيه أنا للناس ناس سكين وناس غلابة عندها جهل بالعلم الشرعي مش فاهمة هي بتسمع أنه شيخ رايح بتحل المشكلة زي ما قلنا عايز تعمل ساحرة محبة زوجها يحبها رايح تعمل طوله ده لابني مسلا تعبان وعايزها خليه مسلا يخف الزكرة مش عارف عنده ضعيفة وعايزها قوية يعني أشياء كثيرة ممكن بنوع بإيه بيظن أن هي حالة في طرق أخرى أيضا لطريقة عمل السحر منها قرأة الفنجان طبعا ديه منتشرة في المدن خلي بالك يا شيخ محمد أن كل ممطقة السحر بيتمشى معاها ها هم بيلعبوا على الجهل بالعلم الشرعي بيعودوا في الأماكن اللي الناس فيها ما عندهمش نبوغ علمي نبوغ علمي ديني مش فاهمين قوي في موضوع أن ده إيه أو شغال إيه أو بيعمل إيه فقرأت الفنجان من الدجل ليه؟ لأنه بيخبرك عن أشياء حصلت تبقى أنت قاعد ما بعد ما تشرب القهوة بتاعتك بقى وبستني وطبعا ده حرام ولا يجوز وده دجل وكل واحد بيقعد على إيد واحد عشي يقرأ له الفنجان ده دجل وش عوذر ليه؟ لأنه معاها جن بيعرفوا أشياء حصلت عندك بعد ما بيعرفوا طبعا ما بيقولك عليها أنت بتستغرب أو ده الراجل ده تمام أو السك دي تمام بعد كده بيبني لك في المستقبل على اللي إيه؟ اللي إعرفوا عنك من الماضي يبتدي بقى إيه؟ اللي هو التنبؤات واللي قاعدوا قدام منه بقى فاكروا أنه هو علم بقى واحد شيخ أو شيخة قادي نوع من أنواع أيضا من طرق الدجل والش عوذر قرأة الفنجان فيه فتح المندل يقول لك بقى يلا بخور عشان نعرف إيه اللي حصل واللي حاجة اللي تسرقت دي رحت فين ومن اللي سرقها وهكذا دايماً دايماً تسمع أقول لك روح للشيخ يبتح لك المندل فإيه معنى الكلمة دي ما أقول لك؟ حالة سانة تقول لك روح للشيخ يبتح لك المندل المندل بقى أنه هو يعرف لك من اللي سرق ولا من اللي عمل ولا من اللي اللي خد الحاجة واخد بالك وقول لك دا لا يجوز لا يجوز لإني الأصل في الجن الكذب ممكن بيقول لك على شخص وهيبقى بريق بس هو عايز الموضوع أن يوقع الأشخاص في بعضهم عايز يخلق مشكلة مثلاً أحمد وابن عمه أحمد وزوجته أحمد ونسايبه عايز يعمل أي مشكلة فالأصل في الجن الكذب أنت هو بالنسبة لك فاكر أنه هو بيديك حل أو يعرفك من اللي سرق لكن دي بتعمل مشكلة كتيرة وكبيرة فده فتح المندل يا ده ربقى البخور يقول التعويزات بتاعته ويتمتم التمتم بتاعته عشان الجن يحضر عشان الجن هو اللي يعرفه إيه اللي حصل أو الحاجة لو عايز يستفهم عنه يبقى المندل والمجان والزهر الزهر يعمل الزهر بقى ويقول لك على طريقة الأرقام بيبني عليها أشياء كله بردك بيصبه بالآخر عن طريق الجن الجن هو اللي بيعرفه والجن هو اللي بيخبره بأشياء افتعانة بالجن وفيه ضربة بالحصة يقول يلا ايه الزهر اللي على الشرط اه 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 ادرب الودع يخبرك الحصة ويروح شوط حصة كده وودع ووردك تروح ايلالك على أشياء والناس فرحانة ومبسوطة وطبع ان شاء الله تحضير الأرواح واحد تاني يقول لك ايه عن حضر الأرواح عشان نعرف ايه اللي حصل او ايه اللي تم يبتدي بردك يقول التماتم يولع البخور بتاعته عن الولع يقول التماتم يقول الاشياء عشان الجن يحضر وهي هو مش أرواح ده جن جن بتممكن تحس بحاجة غريبة بالمكان تشوف فيها حاجة لكن هو جن لا أرواح بتحضر ولا حاجة سيقول لك اولا انا الروح اللي حضرت قالت حاجة عن الميت ما كانش عارفه قاله هو وحد تاني مسلا قريبين منه وقال لك فعلا يبقى دروحه اولا كدروح الميت اللي حضرت عشان قالت سر عنه ما حدش عارفه وما بيقولوا كده يعني هو يقولون كده هو بالي ده بيهموا الناس احنا بقولت لك الاصل بالجن الكذب هو كله بس ايه لما تسمع يا انا حضرت لك روح والدك وتسمع صوته انت تبقى قعد في ظهول قعد مستغرب او تسمع اي حد بيتكلم فطبعا كل ده حرام ولا يجوز وفي حساب الطالع يقول لك بقى اعرف لك عن طريق النجوم ويسألك شوية اسئلة امك مش عارف اسمك ايه ساكن فيهم ويبتدي برضك الجن العرف يعرفوا اشياء عنك ويروحوا بيخبرك بيها ففيه ايه طرق يعني نسأل الله العفو والعفو وان يسلمنا لبس من عرف الناس اي حد من الناس دي اوعى تتعامل معاه انت داخل في نفق مظلم انت داخل بتتعامل مع واحد دجال بتتعامل مع واحد مشاهوي ونسأل الله يعني السلامة لنا ولكل المشاهد براح الله فيك طبعا فضلتك بي انت برضو قبل كده لسألك عن اسمك اسمه امك كلام ده كله عرف انهم مش عاوزوا دجال على طول ما تتعاملش معاه اي حد سألك عن اسمه امك عايز يعرف اشياء عنك وانت داخل يقولك انت فلان ابن فلانة انت ساكل بحتة الفلانية انت كذا اعرف ان هو رجل دجال مش عوز واحد الجن بيخبره عن اسمك وحياتك قبل ما تخشله ويقوله كمان عن ان انت غاي ليه كله يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله انا احسنت يا شيخ احمد عزاك الله خرمه قضية الشيخ احمد ما هي اسباب انتشار السحر والصحراء الفترة الاخيرة بقى موضوع السحر والصحر والزهاب للصحراء منتشر جدا ليه سبب انتشار الموضوع ده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا اما بعد بالنسبة للسحر انتشر كتير خاصة في الاوينة الاخيرة بقى فيه ناس بتعاني من السحر كتير جدا مش هنقول في المدن بس لا ده كمان في الكرة الكرة انتشر فيها السحر انتشر فيها الدجل الكاذب الفجور كل ده انتشر ايه السبب احنا علشان نعالج المرض لازم نعرف السبب علشان تقدر توصل لاصل المرض ايه وازاي تتقصله من جدوره لابد وان تعلم اولا سبب المرض السبب معلوم السبب هو الجهل بالعلم الشرعي نعم هو ليه بنتسحر ليه بيتعمل لنا اعمال لان انت بعيد عن الله مش بتقول التحصين والاوراد الناتجة عن الشريعة الاسلامية المحصنة للنفس البشرية من امراض الدجل والشعوذة من الشياطين والجان انت معندكش الخبرة والخلفية اللي تقدر تعالج بها نفسك اذا اصبت بصداء تظن ان انت محسود اذا اصبت بشيء في جسدك تظن ان انت مسحور لا السحر له علامات خاصة والسحر يجب على كل مسلم ان يتعلم كيف يستقصله من جذوره بنفسه مش محتاج ان انا اروح للشيخ ايمن مش محتاج ان انا اروح لفلان يجب ان اتعلم اولا تعلم كيف تنهي هذا الداء العضال بالتحصين بالقرآن كم واحد دلوقتي بيقرأ قرآن احنا عندنا حاجة في غاية الخطيرة يا شيخ ايمن عندنا ناس بتعلق قرآن في رقبة ابنائهم يقولك دية تميمة او يقولك دية للتحصين القرآن لا يحصن الا اذا عمل به القرآن لا يحصن الا اذا فعل وطبق مدمونه وما في داخله لكن انا حوزي الكرآن بس ما بعملش به ولا هيغنيني عن اي شيء انا حوزي الكرآن بس بعيد عنه ولا هينفعني باي شيء لا في الدنيا ولا في الاخرة من اراد الدنيا فعليه بالقرآن يعني ايه عليه بالقرآن عليه بتطبيق مضمون الكرآن كمان اللي بيعلق التميمة او بيعلق شيء في رقبته او في رقبت ابنائه أو اللي بيعلق حتى المصحف في العربية في التاكسي في التوكتوك في ما إلى ذلك ويقولك أنا باستبرك به الكرآن لا يستبرك به إلا إذا فعل ما فيه يعني النبي قال حتى في الحديث من تمم فلا أتم الله له ومن أودع فلا ومن ودع فلا أودع الله له ده كرآن وصنة يبقى سبب انتشار السحر في البلاد الإسلامية هو الجهل بالعلوم الشرعية الجهل بالعلوم الإسلامية كمان في حاجة أنا عايز أنا تاجر وعايز أروج للسلعة بتاعتي أروح لساحر أو دجال أو مش عوض أقول له أبو النبي أعمل لي ترويج أعمل لي حاجة تحلي السلعة بتاعتي في عيون الناس علشان أكسب مال تم أنت تروح للساحر ده وتقول له أنا عايز فلوس أصلا من غير السلعة بتاعتي هيتطلع لك لو الساحر بيقدر يعمل حاجة كان نفع نفسه ما كانش يحتاج ليك أصلا ما كانش يقدر يروح أي بنك يسهر أمينه فلوس ما يقدر يعمل كده وهو قاعد في بيته ويؤمر الجان أنه هو يجيب له حاجة دي ما يقدرش أنه هو يسهر طيب خليه طقي وعرف ربنا ومؤمن ومش الحاجة دي مش بتاعتي أنا ما بسترقش طيب ما فيه في الأرض كنوز مش مملوك الحد استخرجها وخدها استخرجها وديها للدولة وهم هيدوك المكافأة وانت يبقى شغلك بالحلقين لكن كل ده أمور شعوة ده وأمور دجل وأمور ما أنزل الله بها من سلطان يعني يجب على كل إنسان أن يتعلم القدر الكافي من العلم الشرعي حتى يحصل نفسه ليحصل نفسه فقط بارك الله فيك يا شيخ أحمد مولانا شيخ أحمد كلمنا انتشار السحر والصحراء فإيه الأسباب اللي بتدفع الناس للذهب للصحراء والمشعوذين السؤال جميل أول سبب قلة الإيمان على الإيمان بالله واحد إيمانه ضعيف هو اللي يذهب للصحر يتخلق واحد طاقي والواحد يخاف من ربنا سبحانه وتعالى هيذهب يعمل يعمل كفر فيقينا أول سبب ضعف الإيمان واحد إيمانه ضعيف جدا يذهب أي عانا يجري يعمل لحجاب يجري ده فلن أذاني ده فلن زي ما شاهد عمد إياه عايزك تعمل لحاجة تحصني جارتي مع أنه عنده التحصين الإلهي عنده محصن نفسه بالقرآن والأذكار من السنة النبوية لا هو هو إيمانه ضعيف ثم الحقد والحسد والضغينة والكرهية ربنا يكفينا يا رب شر الحاقد والحاسد في واحد لما بيحقد على أخو المسلم ما بيفكرش إلا أنه هو عايز يدمره يدمره إزاي مش فارق المهم إنه هو يشوفه قد منه ويتدمر عنده حقد ممكن بيخلي يروح يعمل ساحر حاسد أخو المسلم بيحسد أخو المسلم ممكن بيبقى ابنه أمه وابوه ويحسده ويبقى نقم عليه يروح يستعين عليه بساحر يستعين عليه بالجن عشان يؤذيه ويشوف أخوه تعبان الناس اللي نفسها مريضة الناس اللي عندها قلوبها مليانة ضغينة وكرهية مش فارق معا أنه هو ممكن يأذي ويتعب إنسان ويمرضه بل ويكاد إنه هو يجعله إنه هو يقتل نفسه مش فارق معاه المهم إنه هو يشوف أخوه المسلم ده تحبان يشوفه إنه هو بيتقلم هو كده بيبقى سعدته فالأسباب كثيرة نشير من قلوبنا يا جماعة الحق قلبه مليان سواد اتق الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله خل بالك أن يبسى صلى الله عليه وسلم يقول اثنان يعجل الله لهما في الدنيا قبل الآخر البقى أي الظلم والعاقل والدين اوعى تظن أنت لما تظلم أخوه المسلم وتعمله سح هتعد كده أبا لا أنت هتذوق من نفس الكأس والله هتذوق من نفس الكأس واوعى تظن إن ربنا هيبرك لك في مالك ولا في أولادك ولا في زوجتك لا 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 ربنا هيبرك لك لما تملأ قلبك حب ربنا هيبرك لك لما تملأ قلبك سماحة ربنا هيبرك لك لما تملأ قلبك حب الناس ربنا هيبرك لك لما تملأ قلبك سلام لكل الناس يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على من علم الدنيا الحب قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخنن ده حتى لو هو خانك حتى لو هو ظلمك حتى لو هو يعني اكل مالك حتى لو هو لك عنده حق ما ينفعش ان انت تخونه دي خيانة ان انت تروح تضره وكمان لعمل كفري تروح تستعين بساحر تستعين بالجن واحد اشرك بالله واحد عمل المحرمات والكبائر عشان خاطر الجن يبقى بخدمته اروح استعين به لا عايزين بجد يتعلم بقى عايزين بقى مرتقي نرتقي هتستفدي بعد ما تقضي اخوك المسلم هتستفد ايه لما اخوك المسلم ننجح في تجارته وانت عايز تهدمه وعايز تدمره والله المال مش هيتركه وهيجيه لك والله ما هتتعب غير نفسك وقلبك هيحترق والمصيبة ان انت اشركت بالله انت عملت سحر اشركت بالله لانك ان انت استعنت بالجن ما انت عندك ربما قلتلك في الحلقة الماضية عندك مشكلة عندك قضية ارفع امرك الى الله وقل حس بي الله ونعم الوكيد هو ربك الا يكفيك انه هو يكون القالي ان انت تلجأ بقضيتك وترفعها الى الملك الا يكفيك ان الله هو الكافي هو العد اسأل الله اسأل الله ان يجعل قلوبنا مليئة بالحب والسماحة والرحمة والليل والسلام زي ما علمنا سيدنا النفس صلى ابدا 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 ما كان دين امتقام الا وكان النفس صلى انتقم لنفسه وبامر الهي شوف كم مرة عذب وكم مرة شرد وكم مرة طعن ولكن لجأ امره الى الله ان الله يدافع عن الذين امن ان الله يدافع عن الذين امن جزاق الله اخير امن فضيلة شيخ احمد كلمنا عن اللي ايه عاوز يقز حد وبتاعه بيجري على السحر عرطول عاوز اعمل حاجة بيجري على السحر عاوز واحدة عاوز اعمل واحد محبة زي بيقول العمل محبة ومش عارب ايه تجل على السحر ايه هو حكم الذهاب الى السحر والمشعوزين حكم الذهاب الى السحر او المشعوز او الدجال النبي صلى الله عليه وسلم اولا لا ينبغي لاحد ابدا ان يذهب الى سحر ما ينبغي ابدا ان يذهب احد الى سحر او دجال او مشعوز لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر وشدد التحذير في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أتى يعني جاء إلى عراف فسأله انظر مجرد السؤال بس فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة مش معنى كده ان هو ما يصليش أربعين ليلة لا يصلي ولكن لا يأخذ ولا ينال ثواب الصلاة أربعين ليلة تسقط عامل فريضة لكن الصلاة غير مقبولة الصلاة غير مقبولة لا يأخذ ثواب ده مجرد ان هو سأل ركز على حيث يا شيخ أحمد الله واحد رايح يسأل دجال أو ساحر أو مش عوض مجرد السؤال يا شيخ انها رح اسأله خلاص من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة لأن الاتيان إلى الساحر أنواع واحد عايز يروح يسأله مجرد سؤال هو ده اللي منه عنه لا تقبل له صلاة هل يا مولانا كرات الأبراج تندرج تحت سؤال العرفة والكوهنت؟ أكيد طبعا تندرج كراءة الكف وكراءة الفنجان والعمل الكتشينة وكراءة الأبراج وكل هذه الأمور تندرج تحت السؤال وتحت السحر والشعوذة كل لأنه لا يعلم أحدا الغيب إلا الله كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت سيدنا الإمام مالك رحمه الله لما شاف في المنام ملك الموت وشاور له عن خمس استيقظ سأل ملك الموت في المنام متى أجلي امتى هموت فأشار إليه عن خمس فسأل ابن سيرين رحمه الله وكان مفسرا للأحلام فقال له يا مالك إن الله تعالى يعلم خمس أمور لا يعلمها أحد إلا هو إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هؤلاء هن الخمس التي أشار إليك بها ملك الموت طيب نرجع لموضوعنا حكم الذهاب إلى الساحر وحكم التكلم مع الساحر قلنا الذهاب إلى الساحر يأتي على أنواع واحد راح مجرد سؤال ده لا تقبل لغ صلاة أربعين ليلة بظاهر نص الحديث طيب واحدتين راح يسأله ويصدقه فهذا كفر قولا واحدا نعم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كفر أكبر بمعنى الكفر وفي رواية فقد برئت منه ذمة محمد صلى الله عليه وسلم كفر خرج عن الملة لأنه صدق خلي بالك إن الجن ده أصلا لا يعلم الغيب ولا يعلم شيء ولا يستطيع أن يصعد إلى السماء مش الكران قال كده ولا إيه مولانا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يلقى حدفه فورا اللي يريد أن يصعد إلى السماء ليأتي بخبر السماء إلى المشعود والساحر يلقى خبره ويلقى حدفه يأتيه شهاب من السماء فيقضي عليه يحرقه فورا وأنه ده مش قرآن ولا إيه وأنه كنا نقعد منها مقاعد للسمع هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد البعثة فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يرصده فيقتله فورا قلنا اللي بيروح للساحر بيسأله مجرد سؤال ده لا تقبل له صلاة أربعين ليلة واللي بيصدقه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه نحى كلام الله وكلام رسول الله جانبا وصدق هذا الكاهن الكاذب وأيضا واحد يروح يسأله ليختبره هذا لا حرج فيه والنبي عمل كده مع ابن صياد لما سأله رسول الله فقال له إني خبأت لك خبيئا أخبرني ما هو ومش أنت نجال وانت بتدعي الدجال وانت قبل كده قلت أنه أنت الدجال الأكبر وقبل كده قلت لو عرض عليك تكون الدجال الأكبر لقابلت طب أعرفنا بقى أنا خبأت لك خبيئة في حاجة بسري مش هقولها لك عرفها لي لأنه بعض السلام بيسأل ابن صياد بيسأل ابن صياد بيختبره بيمتحنه طب أعرفني بقى العلم اللي عندك ده هيتجيبك فيه قال له يا محمد إنك خبأت لي الدخ فقال صلى الله عليه وسلم اغسأ يا لعين فلن تعدو قدرك فسئل رسول الله ما خبأت له يا رسول الله من الصحابة فقال خبأت له إني قد أنزل علي سورة الدخان الجان فضل ينزل ينزل بالكلمات لحد أما تقطعت كلها فجالوا كلام غير مفهم ما معنى كلمة الدخ لا يعني لا تعني شيئا ولا يعرفه ها أحد والنبي خبأ له الدخان طيب واحد تاني رايح علشان يبطل عمله يسأله يبطل عمله يقوله انت كذاب وكلما ده كله كذب وينشر فضحته في الملأ علشان ما حدش يروح له تاني هذا هو الواجب على كل إنسان على كل عالم يجب على كل إنسان مخقف عارف علوم شرعه يذهب إلى هؤلاء الدجلة ويفضح أمرهم حتى لا يتبعهم أحد من الناس من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فكان كفر بما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يفهم الله وإياكم مولانا الأولى الأخيرة كل اللي أحصل مع حاجة أقولك أنا مصحور يعني دايما الكلمة دي دايما أقولك أنا معمولي سحر بطل الرزق ومش عارب بيه بالتعطيل فما هي أعراض السحر إزاي الواحد يارب فعل إن هو مصحور أولا نحن قلنا بكذا لقاء أنا معلقش أي شيء بيحصلني في حياتي إنه سحر معلقش أي شيء في حياتي إنه حسد أو عيد إحنا ليه دايما بنقول حسد وسحر ونسينا فالله خيره حافظه إنت ليه دايما ما بتلجأش إن أنت تحصل نفسك بالله بالقرآن والأذكار ليه ما يحصل لك كل مشكلة يعني مثلا اتصلت بي مش عايز أقولك كل يوم ونفس الأسئلة إيه يا عم الشيخ أنا بنتي عايز أعرف مع ملاحقة قال لأ ليه يا ماما خير قصلي جالة عرسين وترفضوا اقتلقى ماما من عرسين يقولها ويترفضوا خلاص بقت بنتك مع ملاحقة يا ماما مش كده يا جماعة مش كده الكلام ده لما يبقى باستمرار وقلنا بيبقى الرفض حاجة فعلا بتحس بخنقه مش طيقه بيجي لحالة اكتئاب بيجي لحالة صرع أقول لك ماشي ممكن بيعملها سحر مثلا من تحتل زواج لكن مش أي حاجة أبني عليها أنه سحر وأي حاجة أبني عليها أن أنا لا مش كده قلنا حاجة فعلا تبقى بينا حاجة واضحة أنا مثلا كنت غالي جدا واتجرت شغالة تمام وورة واحدة هب عملا نزل جامد وخسارة وخسارة وأضرار واتلقات ساعتها أشك وأقول إن أنا في حاجة أقول أول ألجأ لمين للملك زي من الصلاة عمل تلقى الأول بالدعاء لأن نصلاة أخبرنا الدعاء هو العبادة العبادة ادعي الذي نزل أو أنزل عليك هذا الضر من الله صحيح إذن من اللي يكشف عنك من اللي يفرج عنك ما أنت فيه الله يبقى يا رب ارفع عني ما أنا فيه يا رب يشفي يا رب ارفع عني البلاء ارفع عني الاتلاء الذي يفرج عنك هو الله الله هوك فيك معنا اتصل تليفوني ام عبدالله السلام عليكم نعتزر لام عبدالله نحاول اتصل بنا مرة تانية ان شاء الله اتفضل انا مولي فاول شيء الدعاء ثم اعمل نفس ورد يوم القرآن القرآن دي ازا ما الشيخ ما قال القرآن مش عمله عشان اعمله تميمة ولا علق اية الكرسي في الابتي ولا انا اعمل المصحب في الطوية عشان بيحفظ السيارة طيب انت شاء المصحب ليه ده عشان يحفظني المكان مش كده غمان القرآن ربنا سبحانه وتعالى ما انزارش عن نفس ويصديم عشان اقول ده يحفظني يحفظك بالعمل به يحفظك ان انت تقرأ كل يوم ورد كل يوم تم نفسك ورد قرآني كل يوم اقول اذكار الصباح والمساء لازم احصل نفسي كل يوم باذكار الصباح والمساء ونفسنا معلمنا ليه أدخل الصباح المساء عشان أققي نفسي من العين والحسد والسح أققي نفسي من الدجارين ومن مشاعوذين فهو ده نخلي بالنا عزيم ربنا يكرمنا نتعامل بيدنا عندنا قرآن وعندنا سنة هنمشي بيد عنهم هنتعب قوي هنتعب قوي وهتضل وهتبضل بقى تتخبط تيجي تحكي لوحد صاحبك تحقق لدي شيخ كده وياخدك لوحد دجال ويوقق وتصبح يعني فريسة وياخد منك فلوس وزي ما قولك لو مع جن يعرفك عن أشياء هو عرفها وبيتنبأ لك في المستقبل أشياء هو كده من عنده لأنه لا يعلم الغيبة إلا الله واخد بالك ويبتدي بقى ويديك الأمل ويبتاوى عشان تقدله فلوس ويستنزفك هو لو كان يعرف ينفع نفسه كان نفع نفسه هو مش ينفعك هو لو كان قادر يبقى نفسه مليونير كان جاب لنفسه فلوس لأنه هو يشغال عليك إنت يا مسكين يا غلبان عشان يستنزفك من مالك يستنزفك من قوتك ويبضل ياخد فلوسه وكل شوية تروحه وهو يديك باب أمل عشان خاضر إيه ما إن الباب الأمل بالله باب الأمل إن أنا أقعد مع الشيخ طقي أروح لإمام المسجد أروح للوعد اللي بيديه لنسف المسجد أقول له وهو يذكرني بالله حتى لو بعتني الواحد شيخ واحد متخصص في الرقية هيبعتني الواحد صح بشيخ محمد المواضيع كبيرة وكثيرة حلها برجعنا إلى الله إلى كتاب الله وإلى سنة سنة رسول الله وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما في الصحيين تركت فيكم ما إن تمسقتم به شو بيليتنم مع بعض كتاب الله وسنة عندك القرآن وعندك السنة بعدهم حضيع بيهم مش تضل أبدا وأبدا ما هكون حزين لأن يقينا إن أي ابتلاء أو أي بلاء هينزل عليك إلا بأمر إلا وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله يعني السحر ده مش هدرك إلا بإذن إلا هو ربنا مقدر لك كده يبقى الذي أنزل عليك هذا البلاء هو القادر على أن يرفعه أن يرفع عنك هذا الهم أو هذا الألم أو هذا الحزن أو هذا الوجع يبقى نلجأ لمن إلا الله دعاء زي بيكونا دعوة وسجدة والله كل أمرك هيتحقق بين دعوة وسجدة دعوة حلوة بخلاص من قلبك كده اشتكي إلا الله إنما أشكبتي وحزني إلا الله أنا عايز بس بها الإذن السيادتك يا مولانا أقول للناس أي شعورك وانت ساجد بين إيدا ربنا أجمل راحة أجمل يتنقنن في الدولة تفضفط بهم لربنا تتكلم مع ربنا وهو قادر على أن يزيل عنك كل ما ألم بك هو إيه مشكلة المريض النفس يا شيخ أحمد أولا ما بيجرى على الطبيب النفسي هو عايز حدي يفطفط معا الطبيب النفسي بيعمل إيه نص العلاج في إنه هو يخلي المريض إيه يتكلم وبعد الحد اللي بتتكلمش ولوما جماعة شوف أي واحد قريب منه واحد بيستريح له خليه يقعد بس هو إيه يفطفط معا لو طلع اللي جواه هيستريح إنت بقى لو فتفضت مع حبيبك مع اللي خلقك مع ربك الكريم أقسم بالله أجمل وأحلى وألذي فتفضة وألذي طاعة ألفة كده مطمئنة ومنشرح إنت بتفتفض مع الملك إيه واحد تشتكل حد إنما أشكو بثي وحزلي إلا الله إلا الله ناخد اتصال تليفوني مع أنا محمد السلام عليكم السلام عليكم عليهم ورحمة الله وبركاته تفضل ألو تفضلي يا معادي تفضلي ألو ألو أيوة شيخ ألو يا تفضل ماكش قايمة مستمع كوي ماكش قايمة تفضلي يا شيخ من فضلك تفضلي يا معادي أيوة بص أنا دلوقتي أنا حسى بسحر و تنفحني بإيه سعب ألو لو أنت قاربت منينا ماما أنت عنك صحة من لخبطت الحال و وكل مشروع أو كل حاجة جاعملها ببوز وتفشل ألو كويس خلتها يا ماما الدعاء 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 القرآن مش عارفة إذا متعرفش تقرأي اسماي القرآن أذقار الصباح والمساء صلاة الجماعة باستمرار في صلاة الجماعة فوقتها دايماً تبقى محصة نفسك بالوضوع المستمرار شكراً وإن شاء الله أسأل الله أن يرفع عنك ما أنت فيه يا عربي ممكن تتواصل مع الشيخ بعد الحلقة أنا زين سؤال بقى الأعراض عشان الناس تعرف الأعراض شكراً أعراض السحر أعراض السحر أعراض السحر أولاً لما بيتعمل لي سحر أو بيتعمل أي واحد سحر بيبقى بعيد كل البعدة عن الطاعة مرة واحدة كده بيوقر الطاعة اللي عايز يصلي ولا قادر يذكر ولا قادر يسمع قرآن دا دا بقى يعني عامل قوي يعربك أنه فعلاً فيه سحر أنت كنت من المصليين ومحافظ على الجماعة مرة واحدة كده لقيت نفسك مش قادر أو بديك تصلي الصلاة ثقيلة عليك بتصلي بالعافية كنت بتصوم في صيامك مش قادر تصوم كنت دايماً بتذكر وتسبح مرة واحدة مش مفيش في بيحصل حالات سرع ممكن بقى يجيلوا حالة سرع كده يكسر ويعمل أو يجيلوا حالة سرع في الأرض يبقى فيه سحر حالة اكتئاب مفاجئ مرة واحدة كده اكتئاب عادي تحول تحول تتحول زي بقول كده تتحول مية وتمينين درغة من إنسان طبيعي وهادي إلى عصبي جداً مكاء بدون سبب مكاء هستيري بدون سبب أغلبية الوقت عايز طول ما انت قاعد عمال تبكي وعمل تعيب آه في سحر سرحان سرحان انت عايز يقعد مع نفسه في مكان مظلم مكان كده قذر في 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 زبالة قمامة يخيل له أشياء يخيل إلي مثلاً بيشوف فقران تعبين إذا كان في اليقظة أو في المنام في الحلم تعبين سحالة عقارب موتة فقران أي شيء من دية يعرف أنه هو وكان ده بقى باستمرار مش هتصل واحد يقول لأنا مصحور طب ايه بعدين انت بتشوف كوابيس يقول لأنا شوفت مرة التعبان مرة مش كلام ده باستمرار يومياً الكوابيس دي على طول باستمرار وممكن يخيل إليه أشياء في الحقيقة نعم شايف فار شايف حشرات شايف أشياء بتمشي شايف خيالات ناس شايف وشوش غريبة وشوش عجيبة نعم ده أعرف أنه هو محصول عند المرأة الدورة الشهرية ما بتمتزمش نعم بقى ممكن تيجي كل شوية كل أسبوع في أي وقت تلاقي الدم الحض نازل أعرف دي تعرف أن هي مصحورة ففي علامات بيتبني جد تعب شديد ألم في الظهر وتروح تسأل الدكتور وتكشب يقول لك انت ما عندكش حاجة كسل قدام مني مفيش حاجة كسلان جداً في مرة واحدة بقى من ماشيط لطول اليوم عزنان خمول نعم مش قادر تحرك وتيجي تسأل الله أنا مش عارف عايزة نام أنا عايزة نام وهو في الطبيعة نسان ماشيط كل الأمور دي آه ساعتها أقول للأنا مصحور أو عندي محصول مشهرت الاتمرارية في الأمور دي يعني تكون دايما معاهم ممكن تيجي على راحة الأغلبية تبقى دايما طبعاً بعد يجيلوا مازل مرة للصداعية لمدة أسبوع يقول لك ده أنا مصحور لا مش كده ده أنت تقض فترة وتروح لدكتور ويقول لك يعمل شوف الضغط كويس أو لا تب شوف النظر عندك كويس وإذا كان ما فيش أعراب يجي بالآخر ما فيش بقى وعملت كل حاجة آه ساعتها بقى قولي إن أنا ممكن بقى في سحر وقال لشين لكن مش من يوم اثنين ثلاثة أربعة تقولي إذا أنا مصحور ولا محصود ولا وقد إيه آخر حاجة فكر فيها إن أنا مصحور الله يفتح عليك ممكن إلا أنا قرأت آيات رقي أو آيات السحر بقى بيبدأ يحس بتعب ويحس إنه عاوز يعايد آه لما يسمع القرآن غريبا المصحور بيتعب بيظهر ومش عايد مش قادر يسمع ولا يسمع الأذان نعم يجي يسمع الأذان يحس إنه ولا قريم يدعي مش قادر مش قادر مش قادر يسمع الأذان آه ده مسحور ففيه أشياء كده بتبقى فعلا حاجة واضحة كظهور الشمسي فعلا يعني ده مسحور مش قام مشورك فشلت فيه منكي منتا فاشل أساساً وإنتا ما عندكش إنكتب الغارة وإنتا تتدير مشروع أو هو لسه نصيبك أشتغل ومع ربنا بص الذكر يوسع الرزق القرآن يوسع الرزق طول ما إنت قريب من ربنا صحة تعالى رزق ربنا يبريك لك فيه وهيزين لكن أنا بعيد كل البعدة عم ربنا بقول أصلا أنا بفشل قرأت أطلانا أصل أصل ما فيش بركة ومن أعرض عن ذكري فإن لو معيشة أن ضمك حتى لو معه فلوس هو عيش في ضمك مخموم مهموم تعبان ليه؟ عشان أنت بعدت عن ذكري ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن لو معيشة أن ضمك ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حجرتني أعمى وقد قمت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ماذاك الله وقال لما نعلقش مشاكلنا على السحر شيخ أحمد في البعض يتعاون مش سحر لكن يتعاون مع السحر مثلاً بعض حراس المقابر البعض طبعاً مش الكل مثلاً يأخذ السحر من السحر ويضعه في المجبرة أو في الكفن الميت فما حكم التعاون مع السحر هو السحر وأعمال السحر كله من الكبائر نعم قال صلى الله عليه وسلم اجي تنب السبع الموبقات والموبق أي الكبير الموبق الكبير وعد من هؤلاء السبع السحر وأردفه بعد الشرك بالله قال صلى الله عليه وسلم اجي تنب السبع الموبقات الشرك بالله والسحر لأن السحر لأن السحر مراد أو أعماله تدخل في الشرك بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر ولذلك ارتبط السحر بالكفر في حديث الموبقات اجي تنب السبع الموبقات الشرك بالله أو الإشراك بالله والسحر أيضاً الذي يتعاون مع السحر الذي يحرص للسحر مكانه أو الذي يعين السحر في أعماله السحرية يدخل في مضمون السحر ويدخل في مضمون عواقب السحر يدخل في الشرك يدخل في عدم قبول أعماله الصالحة يدخل في حياته الضنكية هو الآخر لأن السحر ده ما تظنش أنه عايش حياة سعيدة ورفيهة وما إلى ذلك ولكنه أيضاً يعاني من الضنك لأن نص ربنا قال كده ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ما قالش ومن أعرض عن ذكري من المسلمين أو من الكفر أو من واستثنى منها الساحر ولكنه عمم من أعرض أي الذي أعرض عن ذكري كل من أعرض عن ذكر الله فإن له المعيشة الضنكة وقلنا أن التعامل مع الساحر أصلاً مجرد أن أنا بتعامل بروح للساحر النبي قال إيه في الحديث من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له أو سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له ده كله يدخل في الموبقات يدخل في الكفر يدخل في الشرك بالله لأنه بيضطر أنه هو يدبح لغير الله بيضطر أنه هو يقدم كرابين لغير الله بيضطر أنه هو يعمل أعمال لغير الله بيضطر أنه هو في بعض الأحيان يسجد لغير الله وهل بعد هذا كفر أن تسجد لغير الله أن تقدم كرباناً لغير الله أن تذبح ذبيحة لغير الله وهل بعد ذلك كفر إذن من يتعاون مع كل ساحر ولو بشطر كلمة فله جزاء الساحر وله عقاب الساحر ويجب أن ينزجر الساحر حتى لا يفتن الناس وحتى لا يفتتن الناس بسحره وبعمله وزي ما قلنا يجب على الناس العلماء أنهم يخوضوا في بطان الأرض علشان يعرفوا الأمور دي ويعرفوا الناس دي ويعلموهم ويعرفوهم أن ده غلط إن لم ينزجر ويتوب ولم يستتب إلى الله فيقتل حدا حد الساحر هو القتل ده بيشوه أسر يا مولانا الشيخ أيمن أعلم بذلك منه بيشوه أسر وبينهي على أسر واللي بيروح يعمل سحر أنا جاي لك فلان علشان تعمل لي سحر علشان تجيب لي عروسة لابني ولا الأخوية أنا جايبك علشان ابني ما بيتكلمش فعايزك تعمل لي سحر يتكلم أنا جايلك علشان تعمل لي سحر علشان رزق يزيد أنا جايلك علشان تعمل لي سحر علشان أنا متدايق من فلاني لفلاني وعايزك تدمر حياته عايزك تفرق بينه وبين زوجته عايزك عايزك كل ده كفر نعم انت بتعتقه وللعلم ان ما هم بضارين به من احد الا باذن الله انت لو محصن نفسك وقوي وما فيش حاجة فيك ما فيش حاجة هتأثر فيك الا اذا شاء الله ممكن تكون محصن نفسك وعلى دراية بالقرآن والسنة وبتقرأ وبتروح وبتيجي وملتزم بس سحرت ما النبي سحر ربنا اشاء ذلك ممكن يكون واحد سبدي للنهار ولا بيرقع ولا بيسجد ولا بيصلي ولا بيعمل اي خير ويعمل يعادي الناس وما فيش اي حاجة له ما حصلوش حاجة ده مشيئة ربنا هو اللي يقدر المرض وهو اللي يشيل ويرفع المرض يبقى حكم من عاونة الساحر حكم حكم الساحر يقتل حدا او يستتاب انتاب ويقتل ايضا حدا يعني هؤلاء سواء الساحر او من عاونه باعوا اخرهم الاخرى بالدنيا نعم وفي الاخر خسر الدنيا والاخرى جزاك الله خير مولانا فضيلة الشيخ ايمن سريعا كده عوزين اغرب القضايا او اغرب القصص اللي مرت عليك في العلاج الحالات اللي جات لك اللي اتعرضت عليك اغرب القضايا اغرب القصص مصمم القضايا كتير اول مش عارب سريعا في دقيقتين مسلا القصص كثرة جدا بس انا عايزة ادي نصيحة للناس اه انا جزا الله من عندما قالك اجي تنبوا السبع المبقات اي المهلكات بتهلكلك بتهلكك بتهلك دينك انت بتخسر دينك انت بتخسر كل شيء اه الناس اللي بتتعامل اه اقولك ايه في الكنوز اه وقولك لازم انا جيب الشيخ السفلي بنلاق عليك انت بسمعتش قوله السلم لا يأخذ ما عند الله الا بطاعته نعم انت عايز ربنا يرزقك بتاعته مش بمعصيته في حتى انا مش عايز اقولها لما واحد ييجي يروح جايب الشيخ ما هو مش شيخ ده ساحر ده رجل كفر بالله وقولك لجيب مغربي ايه مغربي السفلي هو ده اللي بي والله العظيم ما بيوصل لحاج قسم من بالله باعوا بيوت وصرف كل ما يملك ركز ما بحيطة دي يا شيخ محمد والسحر السفلي دوت مش شيخ انا بقولش عن الشيخ ده ساحر السحر السفلي يقوله بقى لازم نجيب ضخور معين لازم ان تذبح حاجة معينة بقى عشان نوصل في مرة طلب ان المقبرة او مش هيتفتح لنا الباب او مش هنوصل قلل لما نمع زوجتك ونمع زوجتك اعوذ بالله اعوذ بالله عارف يعني ايه قدامينه كده يفعل بزوجته الفحشة هو ده شيخ يا ناس اتاقوا الله اتاق الله يا مسلم تسيب مراتك كده او دمعينك وساعات الساحر السفلي ده بيطمس على عيني صاحب المكان ويخلي يعمل اي شيء ويذبح ابن من ابنائه عشان يوصل حسبنا الله ونعمة الطمع وصل به انه يذبح ابنه ولا حوله ولا قوة إلا بالله مشاهدين العزاء مضى الوقت سريعا لما ينتهى الكلام لكن ان شاء الله مكمليين مع بعض استنونا السبت الجاي ان شاء الله في تمام الساعة السامنة صباحا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة